سبع عشرة مؤسسة تسابق الزمن لإنهاء الأشغال في هذه الحديقة المائية التي تعد واحدة من بين عدد من حدائق الزيبان أو المشروع الكبير الفريد من نوعه هنا في ولاية بسكرة أشغال راهي ماشية وعدد شركات 17 شركة منها محلية ومنها أجنبية والهدف تعنا نفتحه في 19 مارس ندروا بتتاح تجربة الأهمية الاقتصادية للمشروع دفعت السلطات المحلية نحو تقديم كل الدعم المعنوية فكان هذا الإنزال للهيئة التنفيذية هذا المكان يشهد استثمار كبير ضخم جدا استهل حقا تشجيع وفي إطار المتابعة اليومية نقوم بزيارات ميدانية للمستثميري للخهواص من أجل خلق الثروة بالإضافة إلى الأهمية السياحية التي اكتسحها المشروع له طابع اقتصادي حيث سوف يوفر حوالي 800 منصب شغل في شطر الأول الذي يقارب على نهاية الأشغال منه وعند نهاية كل المشروع سوف يوفر ما بين 3000 إلى 4000 منصب شغل مباشر وغير مباشر هذا المشروع يعد انتصارا للأطفال والعائلات على مستوى الجنوب انتصارا سيتجسد في 19 من الشهر الداخل بمناسبة عيد النصر حكيم عماري الشروق نيوز بسكرة